بعد اتفاق مينسك 2 يبدو أن الشك ما يزال يساور القوات الحكومية الأوكرانية في شرق البلاد من إمكانية وقف النار الفعلي اليوم هو العاشر لوقف النار منذ الخامس عشر من شباط الجاري وهو الأول الذي لا يسقط فيه قتله الأليات الثقيلة تعد تموضوعها في أرتمي فيسك القريبة من منطقة دونيتسك يورو نيوز رافقت كتبة للقوات الحكومية الأوكرانية ببلدة بيسكي على بعد أربعة كيلومترات من مطار دونيتسك نحن على بعد مئات الأمتار من بيسكي من الخط الأمامي من نقطة الاتصال بين الطرفين يحدث قصف متقطع لا أحد هنا يصدق إعلان وقف النار بيسكي كانت الموقع الرئيس للقوات الحكومية لمنع الانفصاليين من التقدم إلى مطار دونيتسك متطوعات في أحد الكتائب تسخر من وقف النار أي نوع من وقف النار تتحدث عنه؟ خلال هذه الهدنة قتل وأصيب عدد من الجنود هناك قصف متقطع من المدفعية المتوسطة المعارك مستمرة ربما في كييف يشعرون بالهدنة لكن ليس نحن هناك الكثير من القصف في بيسكي لا يوجد هدنة كل هذه الدول روسيا أو أي دولة أخرى تحارب ضد أوكرانيا الحرب ما تزال مستمرة سكان البلدة فروا بسبب المعارك ترجمة نانسي قنقر